هتكلم بحلقة اليوم عن اكتر نوع من انواع الفاكهة الصحية اللي بنقدر دايما ندخلها بالضايت تبعنا وبتكون جدا مساعدة للحالات اللي بتعاني من مقاومة الانسولين او بتعاني من اي مشاكل صحية ومش معنى كلامي انه انا بمنعكم انكم تاكلوا الفواكه ولكن هاي الفاكهة تعتبر مليانة فوائد احنا بحاجة لها في اي نظام غذائي كمان هاي الفاكهة بتكون مناسبة جدا زي ما قلت لكم للاشخاص اللي عندهم مقاومة انسولين عندهم سمنة مفرطة او بيعانوا من مرض السكري اما بالنسبة للفواكه التانية فهي جدا صحية ولكن دايما لازم ناخدها بالمعقول لحالات معينة حالات بنقدر ندخل لها اصناف مختلفة ولكن هاي الفاكهة بالذات مناسبة جدا لجميع الحالات سواء كنا بنعاني من امراض او ما كنا بنعاني من امراض وجدا مناسبة برضو في اي ضايت انتو بتتبعوه حتى لو كان وزنكو فوق المياه او وزنكو مقارب للسبعينات خليكم تابعين الفيديو حتكلم عن معلومات كتير مهمة بتفيدكم الفاكهة اللي حب اتكلم عنها بفيديو اليوم وهي فاكهة الفراولة تعرفوا ان فاكهة الفراولة تصنف في بعض الكتب العلمية وعند الاجانب انها نوع من انواع الخضروات وهذا الاشي بيرجع لانها تقريبا تكاد ان تخلو من السكر يعني هادي تعتبر من اكتر الفواكه الصحية اللي احنا بنقدر ناخد منها بكميات محدودة وما حترفع لنا ابدا سكر الدم وحتكون جدا مناسبة لنا في نظامنا الغذائي ودايما احنا لما بدنا نتكلم عن الاكل الصحي فبتلاقي الناس دايما مقارن الفاكهة والخضار كلوا فاكهة والخضار علشان تتحسن صحتكم وهذه حاجة مش كتير دقيقة لانه الفاكهة تعتبر هي للسويت او الحلاء اللي جاي من الطبيعة يعني بدل ما احنا بنعمل حلويات مصنعة من السكر ومن الخبز ومن المعجنات احنا هنا ربنا خلائلنا نوع من انواع الفاكهة الطبيعية اللي بتكون صحية لنا اكتر ومناسبة لنا اكتر في حالاتنا الطبيعية او في حالتنا الصحية الطبيعية لانه في كتير من الحالات المرضية ما بناسبها ابدا انها تاخد فواكهة بتكون نسبة السكر فيها مرتفعة كتير زي الناس اللي بتعاني من مقاومة الإنسلين والناس اللي بتعاني من مرض السكري الدرجة التانية فهدول الناس في كتير فواكه حتسبب عندهم ارتفاع في سكر الدم بشكل عالي ورح تأذيهم ما رح تكون مفيدة إليهم على عكس ما إحنا دايما بنفكر إنه الفاكهة والخضار دايما صحية الخضروات لا تقارن نهائيا بالفواكه لأنه الخضروات تعتبر حاجة صحية جدا خالية من السكريات ونسبة الكربوهايدرات اللي موجودة فيها مختلفة تماما عن الكربوهايدرات الموجودة في الفاكهة فعلشان هيك أنا حبت بعد الفيديو أصلت الضوء على نوع من أنواع الفاكهة اللي كتير معظمنا بيحبه وكتير صحي وبنقدر إننا ناخده في برنامجنا الغذائي مهما كانت حالتنا الصحية خلوني هلقيت أحكي لكم عن خمس فوائد مميزة موجودة بفاكهة الفراولة يمكن مش كتير منكم بيعرف وهذا اللي بيخلينا إنه لازم دايما ندخلها في نظامنا الغذائي أول فائدة موجودة بفاكهة الفراولة إنها مضادة للسرطانات وأي عنصر غذائي بيكون مضاد للسرطانات ضروري جدا إنه إحنا ندخله في نظامنا الغذائي تاني حاجة من فوائد الفراولة اللي كتير مهمة وضرورية إنها فيها مضادات أكسدة بشكل مرتفع واليوم قاعد بيطلع عنا منتجات ومكملات غذائية لمضادات الأكسدة علشان تحفز الشركات الناس تشتريها وتربح أكتر ولكن الفراولة شغلة طبيعية رخيصة وبنقدر نحصل عليها وبتكون غنية جدا بمضادات أكسدة بشكل طبيعي وصحي وغنية بمضادات الأكسدة يعني تأكدوا إنه إحنا عنا حرق مرتفع تأكدوا عنا بشرة سليمة خالية من التجاعد وخالية من الشحوب الميزة الثالثة اللي موجودة بفاكهة الفراولة إنها مضادة لأي التهاب وإنتوا عارفين إنه الجسم لما يكون مصاب بالالتهابات الجسم بيكون مش قادر إنه يحسن صحته ومش قادر إنه أصلا ينزل بالوزن لأنه أي التهاب بيصيب الجسم بيكون إلو أعراض جانبية بيخفض عنا مستويات الأيد داخل الجسم وبيخفض عنا كفاءة عمل الأعضاء فضروري جدا إنه دايما نتناول في نظامنا الغذائي أي عناصر غذائية بتكون غنية بمضادات الأكسدة وغنية بمضادات الالتهابات لأنه كل الناس تقريبا مصابة بالالتهابات ولكن حسب تفاوض واختلاف درجة هذا الالتهاب وعلشان نحمي نفسنا لازم نتناول عناصر غذائية تكون فيها هاي الفائدة الفائدة الرابعة الموجودة في فاكة الفراولة واللي هي أساس إنها بتخلينا نخدها بشكل أساسي في نظامنا الغذائي وهو إنها تكاد أن تخلو من السكر وهذه ميزة كتير إحنا بحاجتها خاصة للناس اللي حابة تنزل وزن خاصة للناس اللي بتعاني من مقاومة الأنسلين وخاصة للأشخاص اللي بعانوا من مرض السكر اتنين فالأشخاص هذولا ضروري جدا إنهم يبتعدوا عن أي نوع من أنواع الفواكه اللي بتكون مليانة بالسكريات أو نسبة السكر فيها مرتفعة ويستبدلوها بفاكهة الفراولة لأنها حتكون جدا مناسبة لهم حتشبع رغبتهم من إنهم بيتناولوا عنصر من عناصر الفواكه وكمان مش رح تكون لهم مضرة والفائدة الخامسة اللي هي مرتبطة تلقائيا بالفائدة اللي قبلها وإنها بتضبط سكر الدم يعني عندنا فاكهة الفراولة ما بترفع لنا هيرمون الإنسلين ولا بيكون إليها تأثير قوي على الكبد في تخزين كمية كبيرة من الجيلوكوز ولكن لازم دايما إحنا ناخد الفواكه بشكل معتدل حتى لو كانت هاي الفواكه مش مضرة إلنا وصحية ولكن برضو الاعتدال في تناول أي عنصر من العناصر الغذائية بيكون أكتر مناسب إلنا وبتكون نتائج رائعة أنا مو هدفي بهذا الفيديو إنه أبعدكم عن باقي أصناف الفواكه ولكن هاي الفاكهة أنا حكيت عنها بالتحديد لأنه فيه كتير من الأشخاص بيعانهم من عدم نزول الوزن بيعانهم من عدم تحسن في الصحة وما بيكونوا عارفين السبب لأنهم معتبرين إنه كل أصناف الفواكه صحية ولكن على العكس تماما فيه كتير من أصناف الفواكه غنية جدا بالسكر ما بتكون مناسبة إلهم مجرد ما بيأخدوها بترفع عندهم مرمون الإنسلين كتير وبتوقف عندهم الحر فهذه بتكون سبب من الأسباب اللي أنتوا لازم تدوروا عليها في نظامكم الغذائي وأنتوا مش عارفين إنه هنا الثغرة اللي مخلياكم ما تنزولوا بالوزن وكمان حبيت أتكلم عن الصنف هذا من الفاكهة لأنه كتير عنا بتلاقي الناس متعلقين جدا في تناول الفاكهة في برنامجهم الغذائي ومش عارفين إنه هذا الإشي ما بيساعدهم على نزول الوزن وممكن يكون مؤثر إلهم بشكل سلبي علشان هيك لازم نكون منتبهين جدا للعناصر الغذائية إذا مناسبة إلنا لحالتنا الصحية لوزننا لطولنا إذا كنا بنعاني من أمراض معينة ممكن يكون سببها مقاومة الإنسلين وارتفاع دائم في سكر الدم فالفراولة تعتبر جدا مناسبة ودايما بنلاقيها في برنامج الكيتو دايت وأكيد أنتوا عارفين إنه برنامج الكيتو بيمنعنا ناكل سكريات وحلويات ولكن حتلاقوا إنه بيسمح بفاكهة الفراولة خلال البرنامج الغذائي بسبب فوائدها العظيمة هاي الكتيرة وكمان لأنها تكاد أن تخلو من السكر وبالمناسبة الفراولة من الفواكه اللي بنقدر نعمل منها عصير لأنه ما فيش فيها كمية كبيرة من السكر زي ما قلتلكو وبتكون غنية جدا بالفوائد اللي أنا تكلمت عنه كمان الفاكهة بنقدر نضيف عليها كريمة بنقدر نعمل منها أيس كريم صحي يعني بنقدر ناخدها بجميع أشكالها ولكن دايما باعتدال لأنه بعرف ناس ممكن تاكل كيلو من الفراولة أو أكتر هاي الشغلة مش كتير صحية لأنه برضو ما ننسى ولا نتجاهل إنه الفراولة بتحتوي على نسبة من الأملاح فممكن يتأثر في المقابل على الكلة دايما اعتدله في تناول عناصر كل غذائية حتى لو كانت صحية وما فيش منها ضرر لأنه هاي الشغلة بتكون أفضل ونتائجها أسرع لكم بنهاية الفيديو أنا ما بدي ياكم تمتمنعوا عن أكل الفواكه ولكن اللي بدي يا منكم إنكم تعرفوا تاكلوا الكميات المناسبة حسب احتياجكم اليومي ودايما استبدلوا الفواكه اللي عالية كتير بالسكر بفاكهة الفراولة لأنكم حتلاقوا كتير فرق ملموس في الصحة وفي خسارة الوزن بإذن الله إن شاء الله الفيديو هذا يكون مفيد لكم وقدرت أوصل لكم المعلومة اللي حابة أوصل لكم إياها هذا كان كل إشي لفيديو اليوم أشوفكم إن شاء الله الفيديو الجاي على خير مع السلامة اشتركوا في القناة